الله أكبر أكبر أشهد أن محمد الرسول أثير أثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي أثير الحرم والذي يتهادى لمسامعكم يقدم لكم فريق عمل البرنامج أرقى وأعذى بالتحايا من خلف المايكروفون محدثكم باسل نحاس ومن الإخراج محمد خياط مستمعين الكرام يشهد المسجد الحرام في موسم الحج عدداً كبيراً من المسلمين الذين قدموا من أنحاء العالم لآداء مناسكهم ولا يخلو هذا الحدث من الأمور والظواهر السلبية التي ربما تتسبب في الكثير من المتاعب لتنظيم هذا الموسم المعظم والتي كذلك تتعدى لتصبح عائقاً لبعض الحجيج في آداء عباداتهم ولهذا فإن رئاسة العامة تضم تحت سقف إداراتها إدارة الظواهر السلبية والتي نحن بصدد الحديث عنها في هذه الحلقة أهلاً وسهلاً بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة لإدارة معالج الظهر السلبية هي إحدى الإدارات الخدمية بالمسد الحرام طبعاً الإدارة تكون بمتابعة ملاحظات السلبيات لدى الإدارات بالميدان ومعالجتها مع الإدارات في أرض الميدان مع الزملاء كل فيما يخصه من إدارات الخدمية لإدارات التوجيهية إدارات الدينية الإدارات كذلك الفنية طبعاً هناك فريق متكامل متكامل على 24 ساعة يتابع في العمل طبعاً يكون التواصل عن طريق العمليات كذلك فيها التواصل عن طريق الجوال مع أول الهاتف الثابت صراحة عمل متكامل منظومة متكاملة مع الزملاء في إدارات المزد الحرام في متابعة الملاحظات ومعالجتها على أرض الميدان والله الحمد يعني الإدارة تحظى بكوادر شابة منوعة من إدارات في المزد الحرام بتوجيه معالي الرئيس العام معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الرئيس في متابعة الأعمال على أرض الميدان والوقوف وأنهاء الملاحظات مع الزملاء لإظهار العمل بالوجه المطلوب لخدمة حجاج بيت الله الحرام الله الحمد هناك مهام كثيرة ومنها طبعاً نحن نأخذ على مدار العام وطبعاً في المواسم رمضان يكون هناك مهام مستقلة عن موسم الحج موسم الحج الله الحمد هناك فيها متابعة من يقوم بقصة الشعر بالمروة ومخالفة الروامر والتوجيهات ويتم رصدها والغفض عليهم مع الجهات الأمنية وتحويلهم إلى مراكز الشرطة واتخاذ الإجراءات اللازمة في خلال ذلك فالختام باسمي واسم زملاي منسوبي معالة الظاهر السلبية نتقدم بالشكر للمعالي الرئيس العام ونحن إن شاء الله في صدد بذل جميع الجهود لخدمة ضيوف الرحمن على الوجه المطلوب ونحن مستعدين استعدادها التامة لأمور الإدارية لأمور الميدانية والله الحمد وما الآن ننتقل إلى فقرة معلم ومعلومة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نشاهد الآن بالنسبة حلقة من حلقات معالم المسجد النبوي وهي الحجرة النبوية الحجرة النبوية أغلقت في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله في عام تسعين هجرية ثم أيضا حماها بجدار اللي الآن نشاهده مغطى بالستارة الخضرة ومغلق ليس له باب فأغلق الجدار لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة من عام تسعين هجرية إلا في خمسة شوال ثمانمية وواحد وثمانين هجرية في ذاك الوقت حصل تصدع في الركن الشمالي الشرقي فشهد أن جدار الشرقي الذي سقط في زمن عمر بن عبد العزيز الحجرة مائل ومنسند على جدار الخماسي فقرر الوالي والعلماء عادة منها جدارين فتح جدار الأول ثم فتح جدار الثاني انكشمت الحجرة من الداخل فكان من ضمن اللجنة التي دخلت إلى الداخل أحد علماء المدينة وهو نور الدين بن علي السمهودي رحمه الله صاحب كتاب وفاء الوفاء طبعا يقول رحمه الله أولا الحجرة ليس لها باب ولا نافذة ثانيا إن أرضية الحجرة رملة حصبة حمرة ندية ليس لها غبار ثالثا أن القبور لا يكاد يرى تسنيمها إلا قليلا مع الزمن هابطة رابعا أن مستوى أرض الحجرة ينزل عن مستوى أرض المسجد بمسافة ذراعة من نصف ستين سانتي ثم يقول أن الحجرة سبعة أذرع بعشرة أذرع هذه بالنسبة لوضع الحجرة أغلق الجدار الأول وأغلق الجدار الثاني شالوا السقف الموجود على الحجر الخشف ووضعوا مكان هذا السقف قبة موجودة الآن تحت القبة الخضرة هذه القبة ارتفاعها تسعة متر نصفها من الحجر الأبيض ونصفها من الحجر الأسود وكسيت كاملا بالجص وجعل فيها نافذة من جهة القبلة ثم بنية القبة التي بالأعلى وهي القبة الخضرة في ثمانمية وثمانية وثمانين هجرية وأعيد بناء مرة أخرى في ثمانمية وثمانين وثمانين هجرية وكان لونها أبيض وقريبا نزرق الفاتح وكانت تسمى بالقبة الفيحاء لكن لونت باللون الأخضر ألف ومئتين ثلاثة وخمسين هجرية أغلق الجدارين من ثمانمية وواحد ثمانين هجرية لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة إلى يومنا الحاضر وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد فعلى آله وصحبه أجمل ننتقل لفقرة طبابة حاج اعتاد بعض الحجاج لبس كمامات الأنف والفم وذلك حتى تقيهم من الغبار والأتربة وبعضهم يعتقد أنها تمنع انتقال العدوى والحقيقة أنه ليس معروفا على وجه الدقة هل هي مفيدة أم لا؟ بل هناك بعض الدراسات الأولية التي لم تتأكد بعد تشير إلى أنها ربما كانت مضرة لأنه يتجمع فيها كمية مركزة من الغبار والعوالغ وعلى كل حال فمن أراد استخدامها فلابد من تغييرها بصورة مستمرة أعزائنا المستمعين إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم بمشيئة الله تعالى غدا في حلقة أخرى يقدم لكم فريق عمل البرنامج أرقى وأعذب التحايا من الإشراف العام سلطان المسعودي ومن التنسيك عبدالله الراجحي وعبدالرحمن النصاري ومن الإعداد عمر بلقاسي وهشام الخياط في أمان الله الله أكبر أكبر أشهد أن محمد الرسول أكبر 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 ترجمة نانسي قنقر